اشتركوا في القناة والاحترام والتأدير ولا نبي في وطنه مطرب الحي لا يطرب رسالة من السودان سأراها السودان يا حبيبي أليف نوع رمضان وقرآن وفرقان وإنسان وسودان إلى متى سيظل هذا هو المستوى التفكير الدمار قادم وبسرعة ومحتاجين اللطيفية ونحن ما زلنا نغط في نوم عميق الخرطو تستعد صحفي سوداني لتلقي أربعين جلد لتلقي أربعين جلد الأربعة لأنها ارتدت ملابس فاضحة وذلك بعد ثلاثة أسابيع من جلد عشر نساء أخريات لسبب نفسه وكانت لبنى أحمد تكتب في جريدة الصحافة اليسرية وتعمل أيضا مع بعثة الأمم المتحدة في السودان وقفت في أول هذا الشهر في الخرطوم لارتدائها البنطلون وقالت لبنى لوكالة فرانس بريس أنها تلقت اتصالا هاتفيا من السلطات لإبلاغي بضرورة المثول العاشرة ساعة من دشور الأربعة أمام الآضي وأضافت من المهم أن يعلم الناس ما يحدث داعية الصحفيين إلى حضور مثولها أمام المحكمة ومشاهدة عملية جلدة وتابعت سأتلقى أربعين جلدة وأدفعها 250 جنيه سوداني وكانت الصحافة الفرانس بريس أنها كانت في الثالث من هذا الشهر في مطعم عندما دخلت قوات الشرطة وأمر 13 امرأة لبسين البنطلون بمرافقتهم إلى مركز الشرطة وبعد يومين تم استدعى 10 من النساء 13 إلى مركز الشلطة وكل واحدة منهم جلدوا عشر جلدات لأنهم لبسين بنطلون ومباين هؤلاء السودانيات من الجنوب حيث أغلب السكان المسيحيين والأحيائيين وحيث لا تطبق شريعة الإسلامية وقالت الصحفية المحجبة لفرانس بريت أن ذاك أن الثلاث الباقيات وهي بينهن وجهت إليهن تهمة الزي الفاضح على أن يحاكمنا بموجب المادة 52 152 من الأنون الجنائي السوداني وتنص هذه المادة على أن من يأتي في مكان عام فعلاً أو سلوكاً فاضحاً أو مخلب الأداب العامة أو يتزيى بزي فاضح أو مخلب الأداب بسبب مضايقة للشعور العام يعاقب بالجلد بما لا يجاوز 40 جلدة أو بالغرامة كمان أو بالعقوبتين معاً من جهة أخرى اتهمت صحفية أخرى تدعي أمل بإهانة الشرطة بعد أن كتبت مقال في صحيفة أجراس الحرية تندد فيها بالمعاملة التي تعرضت لها لبنى وقالت أمل أتوقع قراراً بفرض غرامي قد لا تصل إلى ألاف الدولارات إذا تمت إداناتها واعتبرت الشبكة العربية لإعلام بشأن حقوق الإنسان إن الشكوى المقدمة ضد أمل سببها تأكيدة على أن إيقاف لبنى ليست مسألة زي إنما هو تكتيك سياسي لتخويف وترهيب المعارضين وبخلاف بعض البلدان المجاورة فإن للمرأة حضور واسع في الحياة العامة في السودان غير أن بعض القوانين لا تزال تنطوي على تمييز بحقها كما تؤكد منظمات الدفاع عن حقوق الإنسان هذه أختي خدعة وكذبة بس هيدة رزيلة عم بيعملوها هالشر العالمي حتى نفضح أمة العرب السودان الصوفية فيها هي أقوى مطرح أنا شايفتي صوفية من السودان ولكن اللباس المحتشم والمحترم لازم يكون بكل إنسان وقت اللي نزلوا هالبناطين الجينز الديقة هاي من 200 سنة إجت هالسياسة كيف منا نضرب الإنسان ونحنا ما عنا أبدان وأديان بالعلم فإذا أتبعنا صرنا أتباع التبعيين شو بتقول أمريكا شو بتقول بريطانيا العزمة شو بتقول بريز من هون ابتدت الفكرة تحطيم هالمليارين مسلم وهي دي المؤامرة مؤامرة كونية على هالكائن البسيط يلي عايش بالصحراء يلي أربنا عطى قرآن وعطى إنجيل وعطى كتاب مقدس وقال له أنت كتاب الله أنت حبيبة ورفيئة بكل هالكرة الأرضية والمجرات التانية وعطانا أولي وعطانا خلفاء وعطانا مسيح ومليون مسيح ومليون وأكتر رسول ونبي وإجابة ببساطة حط كل هالعلوم ولكن نحن مع المؤامرة دايما تسعين بالمية عم بتشوفوا اليوم مين اللي عم بيتآمر مع اليهود وهون كلنا عارفين وسيكتين والكاتم عن الحق شيطان أخرس بعدنا لليوم رمضان مراضان هيدا مراتون الأكل مراتون المرض روجوا طعموهم هاكي يأكلوا رح فرجيكم صور هيدا بس بأمة العرب شوفوا هالصاندويشة بشو أجيت من هالصورة حطولوا تاج عراسو إنك إن تملك سلطان الطعام والسلطة وهيدا لقلك الخبز منو خبز اللحمة منو لحمة عم بيشوفوا في لحمة بني آدم هلا كتير وخنزير وكلها مريضة الخضرة منها خضرة كلها جي ام او وعم بيأكل وقدر أكل واحد وحده وبراظه عليك شو شاطر وزقفول وكلهن لأنه قدر يأكل هال هم برغر الكبيرة أي متى بدو يجي عنا الصحوة ما رح تجي بشكرك هالعربي بالكويت وبالسعودية وبكل بلد عربي عم بيقول مساء الحب يا صديقتي إنهم لا يعلمون لم يجربوا يوما لدى تحب داخل كنائس اللحظة وهم يتجرعون نشوة كاس نبيد العشق أنت بخير دمت بأمان وخير يد الكون تحميكي هيدا عربي مسلم استرجعي أولى كرميلك يا سلطان سلطان is now من السعودية وعلم آدم الأسمان غيره أسميكم كتار عندي إياهن وقت اللي قالوا في كتير علم عن الأسماء لازم نغير وهيدا بالإسلام إجا وخبرتوني كتير في عندكم علوم عن الأسماء كيف كانوا غيروهم نعم ولكن بدي أرجع حط هالعلوم ترجع كل واحد منكم وقت يكون الحبيب يقول أنت اسمك ضعيف فإذا لازم نغير الاسم شوفوا كان سمحوني هلما أقرد أمي فتحه وبتال شو تلعنوني لعنط الله والرسول لا الله بيلعن ولا الرسول يأخطي عايب بس هاو دي أهل جاهل و99% من أمة عرب أهل جاهل كان ميتم رضي الله عنه مولي عليه رضي الله عنه مولى ومولي عبدا لإمرأة من بني أسد اشترى عليه رضوان الله عليه وأعتقه وقال له شو اسمك؟ قال له سالم فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبرني إنه اسمك الذي سميك به أبوك في العجم ميثم قال صدق الله ورسوله وصدق هذا هو اسمي قال علي فارجع إلى اسمك ودع سالما ونحن نكنيك به فكناه أبا سالم يعني بمفهمته غير له اسمه قال له هيك سميك الحبيب قال له قال له رجع هيدا اسمك ونحن بنغير لك اسمك نسميك أبا سالم فإذن كتير في ناس قال أسميهم التقيلة عليهم بالمسيحية بيكون اسمك ماري بيسموك تيريز لو اسمك ماري اسم مسيحي لأنه الكاهن يلي عم بعمد بس يشوف هالطفل وهالطفلة من هالطاقة إذا هو مسيح بيغير الاسم بيعطيه اسم وعننا مطارح كتير نحن بناخد الطفل على الباطية بنحطه بالمي كلنا بنستخدم المي وإذا ما فيه مي تيمم بالطراب بصرق حديد فإذا نرجع نفتح باب العلم علم أبدان وأديان وإذا برمضان ما بدنا نفتح وكل يوم رمضان وكل لحظة رمضان وإنسان ورفع الميزان بالإنسان أنا غيرت اسمي لأن ماري وأمي ما بتحب عمتي لأن عمتي اسمها ماري وبي جيب أربع أولاد سميهم اسمها عمت بأخته وخيه 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 ما بيصير ما عطاها أن هي تسمي اسم قال لأ أنت عندك أخت اسمها ماري وأنا عندي أخت اسمها ماري وأمي ما بتعرف أختها ماري ميتت بالبرازيل وأنت متل عمتي ما بتطيق عمتي وأنا ما حبيت هالاسم ما تسكبرت لأنه صار مسيحي لازم تكوني مسيحية المسيح منه مسيحي وقته شفت السيد موسى الصدر مريم يا الله رأس أصل الاسم بقلبي أنا كنت حب اسم مريم أمي تقول مريم ما نحن الصنعي عنا اسمون مريم أنا صانعة خادمة كنسوا بمسرح وبيجلي ببيوتكم بس هات كنيسة وهات تمسيحة هالجلي جلبت على المطبخ حبيبتي حبيبتي مش مع أجحد ومش مع أجحد وأجحد أجحد ومين كان يعرف يوم من القيام هالشحادة يعني هالخادمة هالفقيرة ورح توصل مطرح ما وصلت وبسببكم وبفضلكم عرفت أنه المال سيولة إذا بنعرف نحطهم تحت السفينة نعم معمر القذافة معمر بعد عندي أمل فيك لو كنت عم تعمى شوي شوي عن الحقيقة عندي أمل أنه إنت تقدر تعمل حماية للعلماء عندك بالجبل الأخضر هالعلماء يلي مشردين اليوم وعم بيحكوا عن الحقيقة يلي المسيح ما قدر يحكي عند العرب راح إني عم بيحكوها لكل العالم تحمي كيلاني يلي هالشاب الصغير من سبع سنين عرف أنه في حقيقة فينا وما بيترك قال لي راح يبقى هون وإذا أتلوني يعني ما في موت يا حبيبي بتشوفوا بيعد رمضان راح يكون معنا دايما إذا بقينا هون وإذا بقيت ما بعرف في كل لحظة منقول فيها يقزة وفيها رحيل بس لا نبي في وطنه والعلماء مش مكرمين أبدا ونحنا معنا علم إن شاء الله يكون في صحوة ويقزة ووظيفة عند واحد بالمليون إذا في خمسة بلبنان عشرين مليون بالسورية يكونوا عشرين بكل مليون واحد يكون عنده هاليقزة ساعتا ما بدنا كلام بصمت العارفين ولكن في ناس كتير راحوا عند ميتشو تاجروا راحوا عند قوشو قعدوا سنين عم بيتاجروا كلهم عم بيشفروا كل القورو عم بيجي على الأم العربية كل واحد حامل اسم أنا كنت عند قوشو أنا كنت عند ميتشو كوشي وأنا تعلمت عند مريم نور كل واحد حامل لأب أو بيعمل شهادة أو بيعطي الله عطاك الشهادة وقال لك أشهده وعطاك اسم وقال لك العلم فيك ما تروح لمطرح منك بحاجة أبدا نعم وقال لي رفع الميزان بالإنسان وقال له اقرب قال له أنا لست بقارن باسم ربك الذي خلق كلمة إله ورب ربو بي والله وله طبقات من هالمعرفة إلى اللانهي من المدد إلى الأبد يا صمد وكلمة صمد بكل اللغات بس اليوم عم انتاجر فنك شوي ونيرفانا وكماري وبركة بيستعملوا لي كلمة هاي مركبة كلمة مركبة ماشي كتير بلبنان وبممية العرب نعم بيركبوا متل مبدون يعني ومروح من عمل اجتماع عند الجورو وهيك وشفت الجورو وشو عمل بلبنان وبغير لبنان ابنة 8 سنين اغتصبوا قدام أمه قال لها عم طلع لك يا عجنة وصدقت هالأم هادي أم والصبي يبكي ويصريخ طول بيلك طول بيلك يا ماما طول بيلك تطلع ع الجنة بتطلعني أنا تطلعوا تصوروا الجهل لهان وصلنا شوفوا مين عم بيفوت على لبنان أي أجورو عندي وعندها شوفوا شوفوا بالخليج وبالإمارات فئتوا بالسعودية وبالكويت كل أمة العرب شو عم بيعملو وحدي بلبنان ما تصورت رح تعمل ما تصورت رح توصل لهالندالة كتار صاروا مثلا قال لي جوز سكرت لما تعمرتي عم تعمل مصاري أكتر حسبي الله ونعم الوكيل عليك وعوليديك مع كل اللي عم بيجو لعندكم انتو اختبروا لسبب لكم اللي بيجي عباية السلام ميتشو كوشي لونا حرقت الحال مبقول بيدفع 4-3 دولار على كل إنسان بيفوت عباية السلام انتو بتدفعوا قليل بس تيحطوا شوية علوم صادقة لأنه بإسم المكر وبيتيك كذبوا نفاق خبرتكم كل اللي فاتوا عباية السلام كذبين وحرامية وسرائين بطرق وصخة كتير وانا مانا شغلت أعرف شو أعمل بالمال أنا بس بقعد بقرة وبكتب هلأ عندي عباس وبقول لي عباس أوقات بشك بنفس بيقلي حقيق فإذا درسوا ما تجوا لعنده كل ما بيش الخص أنا عم بتكلف حطوا لكتاب وأدو أي وحدة زرعوها فيكم أي من الله أي بمن اقتديتم اقتديتم انتبهوا شو عم تاكلوا انتبهوا وين رمضان بالقهوي بالقرقيل بالتيب وباللبس وبالحركات صاروا بيقرفوا هالبنات وهالشباب بتسألوني أسئلة ما فيني لكم شو صغيفة بس بترجع وحدة منكم بالمليون آخ باللعباس منحلي فيه وحدة مثل مونيرة منحلي فيه واحد مثل حسين يا حبيبي هرب الكويت فإذا رح نلتق بيبونا إن شاء الله بكفي فيه هاشم وهي شام ما فيني لكم شو ما دخولوا قليل وكيف بيجمعون طيب عدت الناس تدرس بيبونا عنده قال لي أنا رحت وشفت بطلب من كل الأمراء بالسعودية انتبهوا الخدم اللي عم نعاملون هيك بيناتهم في خلفاء أنت الأمير اللي بتعاملوا بهالانحطاط أنت جيفة وهو خليفة أنت يا سمو هيدا سموم عندك كيف عم نتعاملون هيك عملنا بيرابعة بتتذكروا بنت تسع سنين ميت بيا هيو خييتها رابعة فاتوا الأربعة صاروا يشتغلوا مثل بناتنا اليوم وبعدين تعبت هالبنة هيو خييتها بالأول كان الخليفة مهتم فيون وبعدين ميت وقاموا حرموا بلشت من مطرح لمطرح رحت تخدم ببيت وتعرفت على طريق كانت مع مرة ورجال أنه في شيء اسمه دعاء وعم تخدم بهالبيت وكبينا مع الحيونات سمع شيء صاحب البيت قام لأ في نوس مثلي عم بيطوفح وليا قال له لمرت وهيدي اللي عنا بركي بهالبيت شو عم نعمل فيها قام الصبح قال له سامحيني عادي معنا بالبيت قالت له حرر نعتقني قال له فيك تسامحيني قالت له ما عمل طالط لو ما وصلت لهون وبعذابك ما شفت اللي شفت وانا أنا عايشي فيه وهيك رابعة عادت وحدة بيكوخ وعرفوا الناس صار يجوا ويعتزروا منها من بندر السلطان وغيرون وغيرون والتيجر ويديك قالت له لو ما عملتوا فيي هيك ما وصلت لهون داخلك ما حدا عمل غلطة وشيفوا عندها كرامة غيرت بالقرآن ما حدا يسترجع إلا قالت له كلمة شيطان وراجيم شلتوا ومرة أخذت في نوسا وطلعت لبرة شو بكم قاعدين ناطرين اكتبت تحكي قالت له انضيعت إبرة صار يفتشوا عليها بعدين واحد سأل وان ضيعت الإبرة قالت له بالخيمة قال له مناخد الأنديل على الخيمة ومنفتش بالخيمة قالت له على الإبرة بتعرفوا تفتشوا بس علي ضيعتوا قاعدين تفتشوا على برة فوتوا لجوه الله منه برة يأخذي وفينا نطول العالم الأكمر هيدا رمضان بكل لحظة الرايح مفقود والراجع مولود كان يروحوا ما معهم زوادة ما معهم مي لابسين كفنون وماشيين يشهر اثنين ثلاثة اربعة هلأ اختصرت الطرقات وما عد في طريق ولا لأي يارفين هلأ عبدالله بالسعودية عم تعمل هالمليارات عم تصروا هالحرام كله وهي كل إنسان ميلك حرام أنت والحرام رح تروح أنت خادموا الحرمين هيدا كله حرام اللي عم تعملوا يا عبدالله طلع بولادك طلع بأحفادك طلع بهالفقراء كلهم بالسعودية ما رح إلك برة شو شو في فقر بالعلم بالماء بالطعام بالغذاء عم بيخبروني مبارح مي هون بلبنان تسمى ميت واحد وراح وجعلنا من الماء كل شيء حي كل الماء اللي بالكبيات بالقنان كله ملوسين كله بالبلاستيك ملوس شو منعمل حط علم اسمه علم النوايا وقت الحبيب عزمته اليهودية وسممت له ما خلى أخوته يأكله قالت له أشهد أن لا إله إلا الله وأنت نبي الله قال لاش عاربت كيف قارت له حط السم بالشم وقال له مش هناك ما تركت أخوته يأكله حول السم إلى دسم تا يربح امرأة وهو عم بيموت ستنعائشة ما شاركته بالعرق شاركته بالريق بالمسواك بس بالعرق ما سحت له عرق وبيعرقه مش هناك قال للميموني خديني عند عائشة عائشة عندها العلم من عمر خمس سنين فضوا نصف دينكم من هذه الحميرات في كتير ما وقع عن إسلام الله ممنوع دخول للعرب والمسلمين وقت البفوت أنا لورق أو لألم ما عايب يقولولي يو أرصيف ما في حدا من العرب ها حكي عن إسلام الله عن علي عن محمد ما بيقولوا صلى الله عليه وسلم استغفر الله لازم تقولي شو ما شو محمد بده صلاة مريم الله والملاكة عم بتصلي عليه ولكن هاي بي طاقة وقت اللي بصلي أنا تقوى الطاقة المحمدية والذاتية اللي فيه عن علي عن المسيح عن الكل هالطاقة اللي بدك تقوي وقت قولي يا شافي يا شافي يا شافي يا شافي الشافي موجود بس أنا أتمنى موجود بوجود الشفاء يا الله يا الله يا الله يا الله يا معين يا معين يا معين يا لطيف يا لطيف يا لطيف وقت منكون جماعة كل كلمة بتتردد مئة مرة بتقوى أكتر مع الجماعة يدو الله مع يدو الجماعة مش الحشود مش المجتمع اللي بمعه معلومات من كتاب لكتاب انطروني بكرة ما ديحكيكم شو المعلومات تاريخه جغرافيا وخريطة بموت كرمال الخريطة خربطت الطريق الخريطة فإذا نحطوا العلم بوسائل الأعلام ما في حدا قالوا لهم كلهم أموت بتجيبوا واحد أعمى تحكي عن النور جيبوا علماء من برة منه الموجودين بأممية العرب أبدا أتحديكم مش موجودين لو ما طلعت لبرة ما شفت بس موجود العطش في أخدني على النبع العطش دك واسد دك واسد من المارك بس أنا بأكد لكم انه موجودين بس ما رح تحترمون لأنه منه انهم عزو هزو لز بعد ما عندي ولا امرأة فيها تقعد بس فيه رجال حاولت جبت معي كم مرة بنت هون ديانا وراحت وشافت ميتشو بس عرفت هلأ مؤخرا ما بقى فيه أوطى وأسفل من هيك سعر هون ما قدرت لقي حدا ووسق فيه وقت لجيت من أمريكا بس حدا حكيني أوشو كان عندي الإمكانيات المادية وصيولة بعدين صاروا بس بدون جايبتي ولو كنت صبية بعدين شفت لها قلت له ميتشو قال لي العرب هيك بسمع بندر من سلطان ومعك يا هيفا شفت احترام للعلم تفتحهم حطا بندر شو عم تعمل بخحيتك اللي هيك باك نوت شو عملو لك القصور كله اللي عملتها زكي اليماني كيف فيك تنسى هالإشارة اللي حطى الله من خلال هالأصبع فيك وانت الحريرة كيف فيك تنسي يا نازك ما فيكن تفتحهم حطا ساعد ما فيكن تحكبر نعمش في أخلاق كل هالمحطات منحطة هي أي رمضان 1400 رمضان بعد ذلك ممرضة صيوفنا عليك وقلوبنا معك يا علي يا عار العالم حق يقوله أرابيزم إسلاميزم تيروريزم ما في أمل أبدا الله يساعدني عهر رسالة إذا في وقت عالمي سعودية تعرفها إسرائيل أكثر من بلادها آخر شيء في الإيميل أو يضحك ويبكي في نفس الوقت دبي العربية نات قدمت السلطات الإسرائيل إغراءات عدة لباحثة سعودية تقيم في أوروبا بغية الاطلاع والاستفادة من أبحاثها في الكيمياء الحيوية وقالت الباحثة السعودية حياة ساندي وهي أول امرأة عربية تحصل على الدكتورة في التقنية الحيوية من جامعة كامبريج لصحيطة الوطن السعودي تتتا إن إسرائيل دعاتها أربع مرات للمشاركة في مركز وايزمان إنستيوت في تل أبيض غير أنها رفضت ذلك لإدراكها خطورة تطبيع البحث العلمي وساندي من موليد مكة وأمضت ما يقرب 13 سنة ببريطانيا حصلت على درجة الدكتورة في أدوات القياس الكهروماجناتزم والصوتية من جامعة كامبريج العريقة هيدا علم أرحنا يا بيلان علم الأذان علم ربع الجرس علم غريغوري العلم موجود عند جورج جرجاف وأنطون سعادة هالعلم موجود بهالوجود بكل واحد بيعرفت أدان أرحنا بس سكرنا بيب العلم وستطعت أن تتوصل إلى عدد من الاختراعات العلمية الهامة جعلتها تتنبأ مكان علمية عالية يعني تتبوأ مدرشون رفيعة حيث دعيت أمريكا دو من وفد 12 سنة مع 15 شخص من أفضل العلماء بالعالم للاستشراف اتجاهات ومستقبل العلو كما دعاتها جامعة تبقوا بعتول عربي بسيط يعني هالمرة اللي إسرائيل عرفتها أكتر من غير بلد حتقروا كله وما حدا اهتم فيها وحطينا اتناظر على البيب بمدرسة بالسعودية موسيقى اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة